مبارحة بنستكمل معاكم بقية المباريات اللي شفناها عبر شرط قنوات On Time Sports مبارتنا الأخيرة كانت مبين فريق البنك الأهلي مع طلق على الجيش وكان فيه فوز مهم جدا ومستحق لطلق على الجيش في المباراة بهدف سجله يسري وحيد في الدقيقة الأربعة والسبعين وكمان أضع ركل الجزاء في التواني الأخيرة عشان يواصل طلق على الجيش تقلقه مع الكابتن عبد الحميد باسيوني ويرفع رصيده للنقطة الأربعة وعشرين في المركز السابع من 16 مباراة أما بقى رصيد البنك الأهلي مع مدريب الكابتن طاري مصطفى فتوقف عند النقطة 18 في المركز 13 من 18 مباراة دي كانت مباراة مبارح واللي نقول كان فيها هدفين فقط من كل المباراة و3 نقاط غالية جدا لفريق الجونة وفريق طلوق على الجيش مرشاة النهاردة عندنا إيه عبر شاشة قنوات On Time Sports عندنا في الأسبوع الـ 18 بنستكمل معاكم باقي المباراة ثلاث مباريات هتبتدي الساعة الرابعة عصراً أو المواجهة ما بين فريق سيراميكا كليوباترا للتحاد السكندري أما الساعة السابعة مساءً هيكون فيه لقائين اللقاء الأول هيجمع ما بين الإسماعيلي وزاد أفسي واللقاء الثاني هيجمع ما بين Modern Future وفاركو المباراة الأولى سيراميكا كليوباترا في مواجهة الاتحاد السكندري في ملعب المقاولون بالجبل الأخضر وبعد كده مواجهة الإسماعيلي مع زاد أفسي في استاد الإسماعيلية أرديوضي وأخيراً مواجهة Modern Future مع فاركو في استاد القاهرة المباراة الأولى سيراميكا والاتحاد مواجهة نقول عليها شبه متكفأة ما بين اتنين مدربين مميزين جداً الكابتن أيمان الرماضي اللي وصل لحتة كويسة قوي مع فريق سيراميكا خلاص اللعبة بقت فهماه بقى فيه كيميا بقى فيه أداء بقى فيه نتيجة عالية جداً الكابتن طارق العشري مع الاتحاد واللي يمكن يكون فيه إخفاق للفترات اللي فاتت ولكن الاتنين محتاجين يحققوا الفوز لتحسين وضعيتهم في جدول الدوري خصوصاً الاتحاد سكندري معه 27 نقطة وكان خسرة من نادي إزة مالك ويمكن أكيد عايز يعوض الخسارة دي نهاردة هيبقى عنده فرصة كبيرة جداً في المشاركة فيه بطولة الكنفدرالية الإفريقية لو اجتهد وركز خلال فترات الأخيرة من المباريات القادمة زي ما احنا عارفين قلنا لكم أن الترتيب هيكون بنهاية مباريات الدوري الأول الكل قدامه الفرصة والكل لازم يضغط التركيز خلال الفترة اللي جاية علشان يحصد أكبر عدد من النقاط اللي اتحاد لعب 16 مباراة متبقيل ومباراة وحيدة النهاردة أمام سراميكا كليباترا اللي معاه 23 نقطة وبالتأكيد هيكون هو كمان بيسعى لتحقيق الفوز المباراة التانية هتجمع الاسماعيلي مع زاد أفسي مباراة مهمة جدا لكل الفريقين نادي الاسماعيلي معا 18 نقطة من 17 مباراة آخر مباراة اتعادل مع موضر فيوتشر واحد واحد زاد أفسي معا 24 نقطة من 17 مباراة آخر مباراة خسرة من النادي الأهلي بهدف في التواني الأخيرة سجله وسام أبو علي المباراة التالتة والأخيرة هتجمع موضر فيوتشر مع فاركو فيوتشر معاه 21 نقطة من 15 مباراة متبقي لي مبارتين على نهاية الدور الأول لو كسب الموضرين هيبقى 27 نقطة وهيبقى منتظر خسارة للتحدي السكندري علشان يتواجد في المربع الذهبي وتكون فرصته أكبر في المشاركة في بطولة الكانفيدرالية الإفريقية نادي فاركو معا 12 نقطة من 15 مباراة ووضعه صعب جدا من بداية الموسم محتاج أنه يشد حيله شوية محتاج أنه هو يعدل ترتيبه في جدول الدورين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر